هذا هو مركز الأحوال الشخصية والسجل المدني في مديرية طر الباحة في محافظة لاحق إرشيف متهالك ومتراكم منذ سبعينات القرن الماضي بدون نفقة تشغيلية كما يحتوي المبنى القديم المكون من صالة واحدة وحجرة منفصلة تابعة لمكتب التربية والتعليم ولا يتوفر فيها أي خدمات كالكهرباء أو حتى دورات مية مبنى هذا المعنى القديم نقلنا الكمبيوتر إلى مكان التربية يعني بحسن أخلاق المديرة على التربية أعطانا المكان موقعات حتى يتم تربية موقع المكتب إلا أنه حد الآن لا أحد يرمي مننا ولا أحد يزلع لنا المركز المنسي يتوسط خمس مديريات هي طر الباحة والمضاربة والقبيطة وحيفان والمقاطرة ويعاني من عجز حاد في الكفاءة حيث يعمل بجهاز كمبيوتر وحيد منذ عقد وتنقصه الكمية المطلوبة من الوثائق كشهادات الميلاد والوفاة واستمارات البطائق الشخصية والعائلية لتلبية الطلب المتزايد من المتقدمين المواطنون المتقدمون لاستخراج البطاقة الشخصية بمن فيهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يقضون نحو نصف عام بانتظار الحصول عليها حيث تجمع المعاملات في أدراج المركز خلال شهر كامل قبل ترحيلها إلى المحافظة وتستغرق كل معاملة نحو خمسة أشهر وما يتوصل الشخص للبطاقة اللي قد خسر مبالغ وتردد أكثر من مرة للحوال المدنية يبدأ هو المرحلة يوصل لك لمرحلة أن يقول لك هذا استبيان وقلس الإنسان استبيان بعد فترة ويرقع مثلا يشتي بطاقة يقس لما تصل للبطاقة لبعد ستة شهور يقول لك أربعة شهور كامل لك انت لان على معاملة البطاقة مثلا إذا بقي شهرين ثلاثة شهور يقول لك بعد شهرين واحد يرجع بعد ثلاثة شهور مما قعل الناس يعني يصلوا للبطاقة يعني حتى بمشقة صراحة يعني مرفق حيوي لكنه يفتقر لأبسط الاحتياجات التي تمكنه من الاستمرار في تقديم خدمات وهو ما دفع بموظفيه بمنشادات السلطات المحلية في المحافظة والحكومة بدعم المركز وإيجاد مبنى متكامل بديل مجهز بالمعدات والمستزمات المطلوبة وتوفير نفقة تشغيلية تمكنه من الاستمرار في أداء مهمته سامح عبدالوهاب قناة بالقيس لحك